ناخد اسئلة بقى عالموضوع الحلو اللي احنا خلصناه ده يا جماعة ناخد اهم الاسئلة عالموضوع كل مرة واحدة وزي كل فكرة بيجي عليها اسئلة طبعا الكلام ده احنا شرحناه هنشوف اللي زي الاسئلة بتيجي عليه سؤال يقول لي العمل التطوعي احد القصص المهمة للنهضة الشاملة بالمجتمع هل تؤيد اذكر مبراتك طبعا اؤيد هذي العبارة مبرات المقدمة بتاعت الايه الدرس سؤال تاني حدد مفهوم التطوع اشرح الشرق السطل بتاع مفهوم التطوع هو ان يتعهد الفرد بمحض يردته لغاية اخر السطر طب سؤال تاني التطوع هو جبر الفرد على مساعدة المجتمع طبعا العبارة خطأ جبر ازاي احنا قلنا دون جبر او اقراه دون قهر او اكبار ما ينفعش يبقى العبارة غير تعريف التطوع سؤال تاني المتطوع كالظهر عند شعر الهندي طاغور هل تتطفك معه ولماذا اطفك اقوله لان الظهرة بتاهب نفسها ليك بتشمر حتها وفي الاخر بتتملكها وكذلك الشخص المتطوع حدد صفات المتطوع عند روزاليون التلسفات اعمال خيرية في عنص والتزام اعطاء المال والجهد والتفديل الصلاح العام ليتوقف نفع عند المتطوع طبعا سؤال تاني التطوع فرد عين احنا قلنا فرد كفاية مش عين فرد عين على كل افراد المجتمع العبارة غلط فرد كفاية اذا قام به البعض اسقط عن الكل مش لازم الكل يعمله سؤال تاني للعمل التطوع قيمة كبرى ده البأمثلة خدنا كزا قيمة خمس قيم كفاية ثلاثة بالشرح طب العمل التطوع ليس مجرد برامج وانشطة تكون بها الجمعات الاهلية فقط صح ولكن بترسخ القيم طب ما النتيجة المترطبة على ناشر ثقافة التطوع لدى الشباب حيرسخ التوازن بين الناحية الفردية والعضوية وهقال من مشاكل الشباب زي مشاكل المترطبة على البطالة جريمة وإدمان ناشر ثقافة التطوع دي التطوع معزارة التطوع لها قيمة سيسيولوجية برهن طبعا واشرح اقوله بيوضح دور الجمعيات الاهلية زي الأسرة والمدرسة والتشجيحة تطوع يميز علاماء الاجتماع بين الشكلان للعمل التطوعي المقصود والغير مقصود سلوك التطوعي وفعل التطوعي ده السؤال اللي جاي ميز بين السلوك التطوعي اللي هو الغير مقصود والفعل التطوعي قلنا زي إنقاذ غريك أو حدثة ده فعل طارق ده سلوك تطوعي بين الأوناز اللي هروح لجمعيات خيرية ده عمل تطوعي طب سؤال تاني السلوك التطوعي هو عمل قائم بذاته صح ام خطأ مع العبارة طبعا السلوك التطوعي قائم بذاته غلط خلي بالك السلوك التطوعي اللي هو الغير مقصود خلي بالي السلوك التطوعي مش الفعل قلنا السلوك التطوعي اللي هو الغير مقصود طب الغير مقصود قائم بذاته نازل قاصي ده عمل خير قلنا لا نتيجة ظروف طرقية بالعبارة غلط طبعا بدأ بالسلوك التطوعي الصح اشرح السلوك التطوعي الاول طب طلب مذاكر شرح السلوك التطوعي وبعدين الفعل التطوعي يريد أنا بحب كده بصراحة أربعة مساعدة شخصي في حادثة طريقة يعتبر فعل تطوعي لسه أيلين لما ساعد شخصي في حدثة أو في ظروف طريقة لا ده ما اسموش فعل ده اسموه إيه سلوك تطوعي بل عبارة خطأ سؤال تاني تتعدد أنواع المشاركة في العمل التطوعي ده لبالأمثلة عندي كم نوع من المشاركة آه سامع برافو تلاتة واحد معنوية اتنين مشاركة مالية تلاتة مشاركة عضوية بالشرح طبعا سين اتنين ميز بين المشاركة المعنوية والمالية والعضوية أشرح الثلاثة نقطة الثلاثة المشاركة المعنوية تتم من خلال تقديم المال معنوية تقديم المال لا طبعا العبارة غلط المعنوية من خلال الدفاع والتشجيع لجمعيات دي تواعلان الناس عنه طبعا ويا ريث أشرح اللي اتنين أربعة تعتبر المشاركة المعنوية خلي بالك طبعا للتطوع دعاية مباشرة لأعمال خيرية لا احنا قلنا المشاركة المعنوية دعاية غير مباشرة خلي بالي غير مباشرة يعني انا ما خد اصلا لو خدت فلوسه وعملت لك اعلاني انا كده ما عملتش تطوع انا خدت مقابل لكن لما انا بشكر فيك وبعلن الناس عنك من غير ما باخد فلوس لا هو ده اللي اسمه مشاركة مشاركة معنوية يبقى خلي بالي في الحتة دي دعاية غير مباشرة لان المباشرة بديك فلوس يعمل لي اعلان يعمل لي دعاية خد فلوس اصد كذا لا انا اطلع بقول خير وبسمي اسم الشركة او اسم الجمعية الخيرية او اسم المكان من غير ما باخد فلوس هو ده اللي يصنعه الشركة معنوي سؤال تاني دلل بالامثلة لعمل تطوع داخل المدرسة وخارج المدرسة قلنا داخل المدرسة الزراعة اشجار تنظيف المدرسة عمل لوحات مقالات في الازاعة او فقرات في الازاعة خارج المدرسة قلنا دار المسنين زيارة دار الايتام زيارة الجمعيات الزراعية الخاصة او المعاقين استنتج الاليات لتشجيع الطلاب على العمل التطوعي قلنا الاليات ادي له ساعات التطوع بمكافئات وممكن احاول بدرجات يعني ودي له دروع وهدايا تكريما للعمل التطوعي طيب